اخواتي العزاز السلام عليكم. اتمنى تكونوا بخير. اوزككم البرفضل والتيسير والرزاق الكتير. احدى ديال القضية دياليوم عديونا المدينة انسكان اقادير. 28 وشهر 8 من عام 2012. عمشي لها مع جوية 9 ديال الصبح. واحد سالح الغابة تتخارج قليلا عن مدينة. احتى بدك يشمشي ريحة ماشية. ما حدوك تزيد تمشيها والريحة تزيد جد. السيد جاء الفضول. اريد ان اعرف ما وقعت بها. وقعت بها الريحة وقعت بها الريحة. احتى وصل واحد البلايسة جاءت مغطية بين الشجر. مضلمة. السيد لم يبقى قد تنفس. الريحة كانت قوية بزاف وخائبة. مقام الثامر على الجريحة احتى يلمح جسم بشري في حالة يرتلها. طبعا الجثة في حالة متقدمة متحلل. السيد معرفة رأسه يشتبها. اسمح في الكسيبة دياليوديك الغلمين كيسرحها. وخرج كي يجري قصد البراكة ديال الاساس ديال الغابة. بحكم ان السيد معرفة دياليوديك تردد دياليوديك الغابة كيسرح فيها دياليوديك كي يعرف في الاستاس فيكي يكون. مش نوع عود لديك الشي اللي واقع. مباشرة امور هالشي بجوج بيهم مرجعون لنفس البلاسة. ومن هول للك المنظر لان المنظر كان مرعب بزائل. حتى واحد فيهم من قدر يقرر بيشوف شنو دياليوديك لاشبه. تا واحد ما قدر يتحققوا او اشهد كمرة او راشل. شافوه من بايد. انا ما يبقى تسعى الاستاس في البلاسة اعطل الجدار مياه. تصل بالدرك الملكي تابع لديك المنطقة. وطبعا الناس ديال الدرك في البلاسة حضروا. وجاءوا معهم احتراء المختصين ديال المسرحة الجريمة. الناس ديالتشخيص قضائي. بحكم ان هالناس كيعرفوه زيان احداك العساس. من اللي عيط له. كانوا مستحيل يكون بلاغ كاديم. جاء درمية استجبوا في البلاسة. اي جاءوا بدوا في الاجراءات الاولية ديالها. بعد محققين بدأوا كيستجبوا داك العساس ودك السالح اللي يبلغ. يعني اللي يبلغ العساس مو العساس ولا عيد لهم. فرقة اخرى بدأت تصوير في المسرحة الجريمة والجدتة. الناس خلائهم بدأوا كيرفعوا العديلة الجنائية اللي تقدروا تفيد في البحث. مهم من خلال المعاينة الاولية تبين ان الجدتة راعة ديالبنت في متوسط العشرينات من عمرها. كينا بفيها بزاف ديالطاعنات على مستوى الطهر. طاعنة في هذه القلب من القدام. مهم كلها درابي كلها كدامات. الجدتة كانت بحالها بدأت تتحرك ولكن هذه الحالة لم تشد فيها مزيئة. في حال الى يلا بدأت تتحرك وشي واحد طفال عافية. زيادة لها هذا الشيء ان هذه السيدة اللي مكتولة مكان ما احتاجي حاجة اللي تقدر تتقربنا من الهوية ديالها. المر مدار لها صور احترازية بمختلف وضعيات تم نقل الجدتة لمستودع لبلد الأموات. فانتظر ان يشوفها طبيب الشرعي من بعد ما يدل لها اتشريح. ويكتب تقرير دياله. ويحدد السبب والظروف ديال الوافعة. في الوقت الناس. من شو المحققين كي يراجعوا البلاغات ديال اختفاء لفائدة العائلة. كاجراء طبيعي وضروري في هذه الحالات. مش يقرنهم عن الواصفات ديالها البنت. ما مطلب الشرعي دار خدمته. قال بان البنت ماتت بسبب طعنة على مستوى القلب ديالها. كانوا عندها خمسة طعنة دخلين دي كانوا ما غارقينش مزيان. كانوا نوعا ما سطحيين في بطهر ديالها. من المور هادشي. يعني مور مطعنها الجاني. قرر انه يحرقها باش يخفي معالم الجانيمة. باش ما تتعرفش هاد السيدة هذه. ولكن في الاخر غالي بنتراجع. وبدك يتفايا. يعني فشي الله بدتك تشتفايا العافية. يمكن خاف يتفضح. يمكن بدتك تتعطي شريحة بشي شكل. يمكن خاف الناس يشوفوا دخان ويجيب كيف يتفايا. يشوفوا شنو كي. غالب الاحيان هذا هو السبب اللي خلاه يتفايا بعد ما شعلها. بالنسبة للدفار ديال البنت. يلقوا فيهم شيء اعطار ديال الجلد. عينات ديال الجلد تمام. وهذا الشيء يكون عنده دور كبير في القاضية. المهم تم تصوير وجهة ديالضاحية وتقنية تحديثة. قدروا لان كاتب ذاتك التحلل. تقنية تحديثة قدروا يعاود يرسموا ملامح الوجه. باش هكي قدروا يعرضوا الصورة على عائلتها. في حالة الى جوش عائلة كيقلبوا عليها. باش يسهل عليهم يتعرفوا عليها. وفعلا المحققين قدروا يتوصلوا ثلاثة ديال البنات. يعني من نفس الفئة العمرية وكذلك بنفس المواصفات تقريبا. بنات عندهم شارك حل. نفس الطول تقريبا. عائلاتهم كانوا ديكلاراوا بالاختفاء ديالهم من واحد لمدة بسيطة يعني مش مدة طويلة. جابوا هذه العائلات. عرضوا عليهم الصورة ديال الضحية. وعائلة من هاد العائلات غادي يتعرفوا على بنتهم بسهولة. من يشوفوا الصورة بنتهم. يقولون بانها سيدر القينام قتولة. هتشكل لهم صدمة بالنسبة لها. مهم ساكن كانوا يتسنوا بنتهم ترجع عليهم من بعد غياب اللي دام حداش ريون. حتى كيتفاجئوا بهذا الفاجعة اللي ما اخترت لهم شها للبان نهائيا. ساكن تعرفوا على الصورة. وكان ضروري الدرك الملكي انهم يديروا فحص ديال الله الدائن. كان ضروري اعاود انهم يوريهم الجتة باش يتأكدوا اكتر وكتر. وطبعا كانت النتيجة ايجابية في الحالة تبجوش. هاد البنت فعلا بنتهم لان اخدوا ردائن ديالهم وقارنوا وعاود جابهم يشوفوا الجتة وتعرفوا عليها من حواجة. هذه العائلة ديالبنت كانت تكون من ستادي الافراد. الام والاب واربعا ديالوليدات. الضحية مسكينة كانت هي كبيرة فيها. الضحية كانوا عندها ثلاثة ديالخوتها صغر منها. جوج ابنات. والولد هو الرابع فيه. الولد كان عنده في ديالوقيتات الساسنية. هذا البنت اسمه تفدوى. من مواليد سنة 1908. زادت وصرة فقيرة. الناس ما في حالهم اش. الاب ديالها كان خدام اسكافي. خراز كي يصاب الصبابط. والمصروف دياله بصيحية. يعني ما عنده شيء مدخول كبير. الام دياله كانت صفدارة باس بيت. مرة مرة فيش كانت. كانت تخدم نكشي تخياطة. كانت ترشج للبات شيء قفاطة. ولكن غير في المناسبات والاعيان فاش كانت تكون خدمات فيها الفلوس وكانت تكون تخدمها كثيرة. طفولة ديالفدوى كانت طفولة عادية. ما كيش شي حاجة اللي مميزة. غير هي البنت كانت قرايا ديالب الصح. ديما كانت كتجي من الاوائل ما البتدائي دياله. سيدة مع مرادة سواء اضافية ولكن ديما كانت كتسبقهم كاملة. كانت بنت اللي تكيية بزاف مؤدبة مخلقة بالشهادة ديالجامعة. ولكن هالشي مع الوقت غادي ما يبقاش. ما تبقى تفقده شوية بشوية. غاية محدة كتكبر كتتعرف الاصحاب الجداد. اصحابها تكيطروا فيها. بدو كيبتلو لها الافكار ديالها. ولو عندها اهتمامات اخرى. في الاعدادة تراجع نوعا ما المستوى الدراسي ديالها. ولكن مع ذلك را كانت تجيب بلا حفاظة بلا مراجعة كانت تجيب نقاط مزيان لان البنت تكيية. ولكن غاية وصلت للتنوي. المستوى ديالها نزل كتهار وكتر. غرباك ديالها خدته بالزز. والي ديال مساكن كانوا يتأملوا فيها الخير. فانهم بجوجه مخارينش. ولكن كانوا بغنى هاد البنت هي اللي تنقضهم. انوا بغنى البنتهم تقرأ وتوصال وتكون عندها شي حاجة كبيرة في المستقبل ديالها. ولاش للا تخدام وتعاونهم عن الزمان تعاونهم عن اخوتها. واحدة علاج عبالله وتزوجهات قبل ما تدرقاها في مستقبلها. اراد اهو الربح عندهم. ماشي مشكي. وما عايشي مش مقسم الله. وبما ان مور ما تطلبها كمكينش كلية في انزجان. والي ديال قرروا انهم يسيفطوها تقرأ في اقادير. اقادير هي اقرب مدينة لهم في هالكلية. في عجبات هالفكرة. فرحت بزاف عدتهنة من المراقبة ديال والدها. تسجلت في الكلية. ومنحسن حظة لانها بنت ناس دراوش تقبلت في الحي الجامعية. مهم نقصت على والدها فلوس تقرأ. بقى المشكلة في المصاريف ديال الماكلة وديال الكتوبة. وكان كل شي غادي مزيان في النظر ديال العائلتال اللي كانوا كيشوفوها المثال ديال البنت المجتهدة. البنت كتقرأ زيان. البنت اللي مؤتبة مخلقة دخلصوا قراثها. البنت ما كتجيب لهم صدها ما كتجيب لهم مشاكل. ولكن الاقوال ديال صحاباتها يعني اللي كانوا كيقرأوا معها. واللي كانوا معاشرينها في الحي الجامعي. غادي يقلبوا الموازين ديالها تلقى ديالها. والدها عاود عادي تلقى صدمة اخرى غادي تزيد الى ما بيهم. صدمة اخرى اللي الاتقال اللي خضعت من عند وليدها. او من اللي جات سيفت. جات لفاة كلات بنت قرأ. يعني من اللي تنقلت تعيش فيها قدير. انسات انها جاية تقرأ. يعني انسات الهدف اللي لقب اللورة هاتم فيها قدير. بنت ما كانش كتفوت فرصة نهائيا باش تخرج تصهر في الملايين الليلية. وبدأت تجرب لحياة ديال الليل. الخصوص انها في البيت ديالها اللي كانت سكنها فيه طاحت معاش ابنات اللي امر لهم بضل. زادوا جروها جروها لطريق الفاسد. ونغامست فيه. امريكا نقولوا طريق الفاسد والعالم ديال الليل فطبعا فيه البليات والمبيقات بجميع انواحها. اي حاجة خايبة تقدر تطاح لكم على البال. راتم. القارو الشيشة الشراب الحشيشة. والشي طبعا خاصوا مصاريف. خاصوا فلوس. خاصوا مصاريف كتيرة. وبما نسي ده ما عنداش الفلوس. ما اخداماش. اي وخاصها دبار. قد تعطيها للخروج والدخول مع الدلالي. كل مرة كتتعرف على واحد فشكل. كتدوز معها مدة. كتسوسو مزيان كي يصرف عليها. سريلها للحواج يجيب الرحها يخلص عليها البليا القصائر. اهي كتنفضو كتطلقو. طبعا لا داعي لديك المقابل. دونو دونو. ودي حاجة باينة. مكينشي حاجة في الدنيا اللي كتتعطى بدون مقابل. الفضل هاد الفساد اللي ولا تعيش هاد البنت. اللي غرقت فيه بنساسها راسها. واللي كنت كتسميه هي او البنات اللي من جيلها. انهم كيعيشوا الحياة السعيدة. كيعيشوا رفيدا لوك. والدي هام ساكن في المقابل ما ساكن الخبار اللي هو دار غفلون. كفية عليهم الكفر. عند بالهم بان بنتهم كتكافح كتقرأ كتدمر باش حق قدرتها. وتكون شي حاجة في المستقبل. وطبعا هذا غلط كبير 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 كديره الوالدين. مفروض بما انكم موافقتوا ان البنت قرأ بعيد عليكم في مدينة اخرى كان خاصهم ضروري يراقبوها. مش يتلقوها ويخليه الدين اللي يبغى. مرة مرة يهدفو عليها على غفلة. ما الا علم انها تشي حد ما كيت هذا. حاضي الله. حاجة لدارت عفرها سالبنت سأتي لها الدينه بس. خيوقع اللي وقع. ولكن على الاقل ما عتكونش حرة بدك المعنى. ما كانتش عتعيش حياتها قولوا عرضي ما عدير في بلها قدروا يداب يجي عندي قدروا غضي يجي عندي. سيدة خدت راحتها لكنا لانها كانت مأكدة ان ابوها مستحيل يجي قلب نمولها. زيدة لاتشانا ما عندها العائلة في اكادي الاولو. يعني من اللي كانوا كيدويه مع اصحابتها الوالدين. كانت تقول لهم ما عندي مهم دوز تفيدوها مدة طويلة على هذا الحد. حتى في المودول دي لها فلا فاك ما كانت كانت فالي دي ولو. كانت فالي دي شي حاجة غيب الظهر والاخر كيبقوا كيتعاودوا الاعوام. كيبقوا لها المواد حتى اللي عملي مورا. وانش اللي يخليها تدوز خمس سنين في الكلية بلا ما تشد الايجازة. واللي دعم ساكن ما كيعرفو غالو. ما فهمين شو ما عارفيش بان الايجازة كتتخذ على تلت سنين. ما حسو ما عارفو ما عقب غالو. وبقى الحال على ما هو عليه حتى العام الفين و عشرة. فدوا في هات الوقت هذه غديتتعرف لواحد سيد كبير شوية في الامر. هذا سيد اسمي سوعتمان. في الامر دياله اتنين وخمسين عام. هذا سيد وارتش لا اراضي ومحلات تجارية. يعني خلو له وليديها رزقه كتير. سيد كلا باس عليه بمعنى الكريمة. لقت به يا صحاباتها في واحد من الملاهي الليلية في اكدير. لديسكوتاك. وما عشفت سيد غي كيتشاير بالفلوس. هي كي علاج. سيد كي قمر بمبالغ ضخمة. حطت عليه العين. ودارته هدف قدام عينها. سيد بدتك تحاول تتقرب منه. هو عثمان موجود. كان فريسة سهلة بالنسبة لها. من اول لقاء لهم. بيلها الفلوس. بيلها انه قادر يعيش شفرة فاهية. وليلا انه اللي تفهمه مزيان يقدر يتزوج بها جاع. سيد راه هدس ان هذا كامل والسيد باقي بلا زواج. فالدواء رجعت قريبا مستقرة معها فوحة البارتما. بارتما واهرة فاخرة. واللي تغي معها هو. وبشهادة دي صحاباتها كان مهلي فيها مزيان. بالمعقول. كي يشري لها الحواج ديال الفريح. اخر ما كي. الفلوس ديما بواكف جيبها. وبزايد. مفر لها كل شي. يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت. كانت تنوض له من الحساسيات والمشاكل بيناتهم. هيا فاش كانت تكرر له الحسدية الزواج والخطوبة وكذا وكذا. سيد كي يقول لنا مشغول. ما عنديش الوقت لهذا الشي. وخلي حتى التخرجي من الكلية وشيء اعضار بحلقة. سيد ما عنده غرض بجوء. وكان عنده غرض بجوء. ما يبقاش لانده. ما يمدوزه مع بضياتهم. تقريبا واحد عموس. عثما بكثرة مكان كي يقمر بفلوس غليظة فلوس صحيحة. ابقاها كي تخسر فلوسه كاملة. اخر درجة في الاخر قاعدة كي يقمر بالاملاك اللي عنده. اهنا المعاملة دي الفدواء معها بدتك تتمدل. سيد بدأ الروبين عنده كي تسدع لها. انا سيد كان كيتشتب الفلوس. قادي ابقى تعاك تقطر. الفدواء هنا بدتك تتهرب منه. بدتك تفتعل مع المشاكين. كانتك تقول اصحاباتها. ندير معها. كان الله يمل. ويمشي في حالاته. يعني هو ينهي العلاقة من عنده. وهذا شيء اللي ما اوقعش. سيدعق بها. حسب انها كانتك تستغله. من اللي سألت فلوسه وقلبت عليه. يعني كانت تعمر معها على ود فلوسه. وفاش تسأل ودك الفلوس. تسأل معهم كل شيء. حتى الحترام ديالي ما بقاش. من اللي يعرف هذا شيء وتيقن منه. ما ملش. وخاك يبقى كي يحاول بشي يرجحها معها. بحال لكي يبغيها. فدواء التي تتحاشى. البلاصة اللي كامرها هي كتخوية. من بعد واحد مدة بسيطة. اخصها تعمر. اخصها واحد اخر. تعرفت على واحد سيد عنده تقريبا تكربع وثلاثين عام. واللي قاري. عنده واحد دويرة في السكن الاقتصادي. مهمة لقد الحال. عنده واحد طميم بيت صغيرة. وطبعا هذا لم تلاقاته في ذلك الملاهي الليلية. صدفة تلاقاته. بدأت واجبت معه في الهضراء. عودت لصحاباتها عليه. قلت له بأنه اجبها بزار. بخصوص ان سيد معقول. وجاء من الباب نيشة انه يزواج. الخبر في البلاسة او صلعت معها. سيد ما عجبوش الحال نيائي. عجبوش الحال انها تقلب عليه. مش عندها الكلية. شدها وقال له شوفي. وبدك يهددها. بدك تصاور اللي عندها معها. شي تصاور خائبا قال لها انشرهم لك في فيسبوك. انشرهم في الصفحة الكلية. باش العالم كامل يتفرج فيك. قال له الوقت سيترصبتي بها السيد. را غادي ندمر لك حياتك. في الدبوات تتضمت سيدية لبصح. ما كانش متوقع بانه هاد الشي بعتازة. كانت تقول راجب كبير وبعاقله. والسيدة ضاع سراء اصلا ان هات مش حال من علاقة قبل منه موقع تشي مشكي. ملاتك ترغب فيه. سيدة والسيدة. ميتة منه بالخوف الروا. كتشوفه مصرع الشرط دياله. ديك ساعدة توهمه بانها غدا تنهي العلاقة ديالها مع دكسيد اللي تعرف عليها. ديك سيدة لورا باللي كرهت للجال بصفة عام موفقة تتقى فيه. فاشنتال اللي دوز معك عشرة طويلة. ومداتك تهددني بتصور. ولكن يا را ما كرهت تشي هاج. ما قطعتش اصلا علاقتها بدكسيد. خاتم استمرها. من بعد مدة بسيطة. هاد والدية دربعة وثلاثين عام قرر يجيب وليديه ويمشي لدارهم باش يخطبها من عند وليدها. وفي انا لديك شو اللي كان. مشترجعت للمدينة ديالها. ينزقان. دالوا الخطوبة. ركبوا الخواتم. كل شي كان باي خير وعلا خير. اعتمانع يبدأ ينبش في الحياة ديال في دوام. بدك يقلب في الخبار ديالها. حتى عرف من صحابتها انها تخطبت فعليا وركبوا الخواتم وصيف طولوا شي بنا تصورها. واحدة من صحابات فدوة. قلت للدارك الملاكي بانه في النهار اللي غبرت فيه فدوة. كانت قلت لها بانها اخيرا تفاهمت مع اعتمان على حل باش يبعد منها وتكمل حياتها بسلام. قلت له صافي كنا وكنتم وسيلنا وسيلتم. هوش قال لها طلب منها عشر لفدهم. مليون دفرانك. قل لو جديدي في اسرع وقت. لاني محتاجها عمش ينقمر بها يلعب بها. لالله اربح شي حاجة ونعوض الخسارة ديالي. وهذا المبلغ ديال مليون عيكون محل الخلاص ديال لك تصور الفيديوهات اللي عنده. باش ميتنشره الزمن. او من بعد اللي جبتوا المليون غادي نساهي بعد منها في مرة. في دولة من كان جمع شي حصيصة في الحساب البنكي ديالها. من دك الشي اللي كان هو اصلا كيعطيها. كيعطعت ما. من دك الشي اللي جمعت مع شي شباب اخرين. ودك الشي اللي جاهد لحل مناسب بزاف. شترت فلوس. ووافقت انها تخرج وطلقها به. من اللي خرجت من ثم ما ما عودت درجعة للضار دياله. حتى تطلقات مهيتها. الضارة كان بطبيعة الحال غادي وجهه اصابع الاتهام العثمان. لانه بعين من خلال الكلام ديالهم خلال الكلام دياله باين انه كان حاق دليا. شاف انها استغلالية واحتمال كبير انه هو اللي يكون اقتلاق والاصفالة. مهم يخضروا المعلومات عليه. اسم ايتو. اسم دياله الشخصي العائلي. عنوان دياله امن عند صحاباته. البلايس عود اللي كان يعمر فيهم بزاف. في البلايس همشوا الأقادير باش يقلبوا عليه. وفعله لقاوه. ينقاوه بسهولة في واحد من الملاهي الليلية. اللي كان متعود كي يجلس فيها مع فدوه ومع صحاباته. اعتقلوا. تم القاء القبض عليه هو في حالة سكر طافح. سيد متيجز بيلا. في البلايس هم نقل للمقر ديالهم وحطوه تحت تدابير الحراسة النظرية. اعتقلوا على ما يسح على خاطره باش يقدروا يستجوبوا في هذه القادية. طابعة هل شدوا من التليفون دياله باش يخضعوه لخبرة التقنية. لغد لي على الصباح ما عاكي في قدعة من هذا ابدأ وما اعتقل. سيد في ديال الطالبة في دواء. ولكن محققا كان معه. بطريقة ديالهم بردوه. قدروا يسيطروا على الغضب دياله. وخبروه بانهم غير سيسولوه بعض الاسئلة. ومن بعدها يتلقوا يمشي في حالاته. انا سيد بحل برد شوية وحس بالاطمئنان نوعا ما. وتهدن. وين بداوا معه في الاسئلة. اول الاسئلة كان شنوع علاقتك بفدوه. في الول واب نبكر نهائيا العلاقة دياله بها. قال هي مرة مرة. سكنت لقى معها. كان دوزنوا بها. وقيت بالمقابل وصف كل واحد كمشي في حالاته. كانوا مرة تسميه ترى ما بقيتش عاقل عليها بزيان. ولكن الخبرة اللي دارت على التليفون دياله. هتبهي للعكس. العكس ديال الهضران اللي كي يكون. غادي يتأكدوا ان العلاقة ديالهم استمرت المدة ديال عام ونستقريبا. وغير من شي ست شهور بحلاكك. عاد نقاطع الاتصال بيناتهم. وهي اللي قطعت الاتصال. اما هو كان ديما كي يحاول يهضر معها. كي يسفت لها مساجات. كي يتصل بها مرة ما جوج. ولكن هي ما كانش كتجاوبه. قدروا انهم يوصلوا لاخر محادثة ديالة بيناتهم. هي فاش طلب منها تعطيه مليون للفرنك. عشر الاف درهم على قبل تصاور. كان كي يهددها وكي يبتزها. وفعلا لقوا عنه في تليفون ديالو دوك الصور اللي كان كي يهددها بها. وتم تحديد الموقع ديال تليفون في النهار اللي اختفت فيه في دواء. واطلع ان التليفون ديالو كان في نفس البلاسة اللي طلقت فيها. انا المحققين. ايو اجوب هاد الادلة كامنة. ادلة كامنة كان ضده. بدأ وكي تسنو في انه يبرر اللي هو من وجود ديالو في ديك البلاسة في ديك الغابة في ان تلقات البنت. سيد بنت على ملامح ديالو الصدمة. ما عارف بان التقنية وصلت لهذا الشيء. تليفون يطلعوا فيك. من المر هذا الشيء تعرف انه فعلا تلاقى بها. قالوا انه تلاقيت بها. ولكن ما قتلتها. قالوا انه انا كنت مبلي بززاف بالقمار. وفيش اديت من عندها الفلوس. انا كنت ناوي ردهم منها من بعد. انا كنت اهددها كاك وصاف. قالوا انه اديت فلوس. كبست الموبيلتي ومشيت مباشرة لأقادير. مشيت باش للعب باش نقمر. بحلة مبلي مدة طويلة ما اعطتني الفلوس مشيت كنجرية. مده ما اعطتني الفلوس انا كنت مقتله. المهم سيد ما بغير اعترف بحتيش حاجة. بقى مصر على الاقوال ديالو. وهنا كان لازم على البطارك باش يقارنوا ما بين لدئين ديالو. ولدئين ديالو ديال الجلد اللي تلقى في الاضافر ديالفدوة. الفدوة غالبا كنت تخبش فيه. والنتيجة غدا تكون حاسمة طبعا. وفي لم بعد ما تمت المقارنة بيناتهم. النتيجة كانت ايجابية. بمعنى بقايا الجلد اللي تلقى في الفران ديالفدوة. رهم ديالعثمان. تلك الخلايا الجلدية ديالو. طبعا هنا سالة ولو. ما بقى له ميزي دينك. امور كل هولادة دبا واضحة وبعينة. مباشرة امور هالشي. السيد غدي نهار. وديعود لهم الحقيقة كاملة. هي اكد الاقوال لاصحابات فدوة. والتوقعات ديالو. كل شي طلع صحيح مليون في المياه. هو اللي انفدها الجريمة. هو اللي اصفال فدوة وانتقام منها لانها استغلاته زمان. استغلاته ماديا ومن اللي مبقاش عنده الفلوس قلبت عليه. سيدا كي يقولهم ان اخذت مني كميات كبيرة ديالفلوس. تكن شيرها الحواج بزاف. الدهب. انخذ صليل بليد ديالها او زيد وزيد. سيدا من بعد ما شفته خسر رزقه كامل في القمر. سيدا وليه على الضص. تخلات عليه بسهولة. وليتك تفتعل معها المشاكل. وغيب العاني. باش تفارق معها. مع ذلك هو ما سخاش بقام تشبت بيها. هو عادها بانه يزوج بيها. ولكن هي رفضت. اشعدي البيه بالفلوس. سيدا بعدت عليه. احتاج النار اللي عرف من صحاباتها انها تعرفت على واحد الرجل الاخر. الرجل اللي قريب لها في السن. نوي مع المعقول. ثم افزت تعصب. وجدت البال للفكرة انه يهددها بدوك صور ديالها. مهم. هي خضعات التديد دياله. وجابت له الفلوس اللي خاص. دا ستموت دا هم كي هدروش مع رضياته. كيتلا قوش. علاقة بيناتهم كانت شبه مقطوعة. احتر واحد نهار فعيكون قصار مع صحاباتها في نفس الملهة الليلي. اللي كانوا دائما كي يجلسوا فيه. سوولهم على سبب الغيام ديال فدوة. لهم في غابرها هدى الايام كاملة. مو الدماش بتاعش. ديك الساعة وما خبروه. بان فدوة مشت لدارهم. باش كتوجد الخطوبة ديالها. بان نرى الخطيب ديالها تدعى ابتهم. ومشوا لدارهم. واركبوا الخواتهم وكل شيء زيان. وورا وهتش يتصور. كانت هي صيف تتهالهم. صيف تتهالهم. البنات كانوا في حالة سكر. يتغامزوا عليه. يضحكوا عليهم من تحت لتحت. زي ما بما معنى ان حميدت صياد. خلاته سمحت فيه. ايضا بعد زوج براجل اخر. هادش يزاد عصبه. خلاه يفقد السيطرة على نفسه. بدا تكتباله الدنيا كحلى. مو باجرة انا قرر انه يصفي علىها. ما يخليهاش وجهه الارض. وباش ينفد هالشي خاصه يجيبها عنده تأمن ليه. قرر انه يتلاقى هافشي غابة باش هكا يضمن نجاح العملية. تواصل معها وعرض لها انها تجيب له مليون ديال الفرنك مقابل له تصور. وهمها بانه مقطوع بالبليا ديال القمار وخاصه ضروري الفلوس باش يمشي يقمر بيهم. اللي يلعطته الفلوس غادي ينساها يميك عليها وعمسح تصور ويخليها اليه. عينساها من باله في مرة. فدوة كان عاجبها اللي يخطبها. السيدة كانت تناوية بداحيات جديدة وتنسى كل شليدات. كانت تناوية زوج بهات السيد. وافقت باش ترسل امور ديالها معاه وتنهي العلاقات في خطران. فهذا كان نهارك لتنظارهم. ومعلمت شي واحد. معلمت شواليدها في غضب الطب. خضعت مع اعتيرات ديال المبلغ المطلوب. ومشات الغابة لمزعر. وصلت هي يقبال منه. ومداش مدة طويلة حتى يوقف اللي اعتمان بتطويل موبيلته. قلنا ندخلون غرقوا شوية في الغابة. لم يوقفوا هنا على عينيين الناس. نحن احدى الشارع. قدر يدوش شي واحد من المعارف ديالك وديالي. ويوقع لنا شي مشكل. وقال له انت المهم. انت لا يوقع لك المشكل مع خاطبك. البنت اقتنعت بالهضرات دياله. ما كانت متوقع نهائيا انه سيصف دخلت مع الغابة. جبدت الفلوس. كانوا في واحد دجوه. ومدتهم له. في الاول بحالة مغشي يشدهم. ها وتاني بدأ جبد مع هالموضوع ديال انهم يرجعوا للعلاقة ديالهم. يتزوج بها وتخطيها من هاد الخاطب جديد. ولكن هي رفضت رفضا بعدها. وكان كيسية ربما يتصالح ويتتقادل الأمور. السيد شدوك الفلوس. مدتهم له في يديه. دارت ودرت رأسها غدا بحالها. فهذا اللحظة بالضبط. اعتمان قرر ينفد انتقام دياله. ارمى جوة ديال الفلوس في الان. اجبت داك المسلكة المخبية في سرواله من اللور. شدها من يديها ودورها لعنده. وعطاها طعنة قاتل. يعني ايشها الجهة القلب. فدوا بحر ديك الضربة. بقيت كتقمش فيه. بيتدي. يعني بحالها بغات تهرب منه. وفعلا فلتت. لكن غزلت خطوة واحدة طاحت في الارض. هنا هو هزة داك الموس. اللي كان طاح له. وبدك يضرب هاد الضرب ديالها باش تموت. باش يتأكد انها تقتلت. وفاش تأكد انها ماتت. شعل فيها العافية. ولكن يالله بدك تشد فيها. بدك يتفيها برشله. بدك تكتع تواحد الريحة. خفلها لأساس. يشوف الدخان او يشم الريحة. ويجي كي يجري لديك بلاسة قبل هو ميس لتمنى. ما نمر هاد شغل طاحت بشير به. مشي عواد. مشي اغصار اللي كانوا تمها باش ما توقعش بعينها. هزة كان دامة. وهزة دك فلوس اللي يكرمهاهم. من اللي مشار مساك ديالها في البحر. همها في اقادي. الفلوس الدام قمر بهم. وكان كي يضن بانه نفت جريمة كاملة. كي يقول بان الجريمة دياله مع امورها غدا تفضح. يقول زي ما رم خليه تحت شي دليم مورايا. وما كانش تقنية تيليفون هذك شي ما يعرفوش. فادوا كانت كتعود كل شي لصحاباتها. وبسباب هزة دهتر اللي كانت تعود لهم قدره يتوصله للجاني وبفضل ديك امور تقنية. المهم تم اعادة تمتيل الجريمة. مصطر القانوني اخذت المجردية للطبيعي. تم الحكم على عتمان باستيج المؤبد بتهمة تلقات العمد مع سبق الاسرار والترصد. احدد القضية ديالنا ثلاثة. اتمنى تكون فيها العبرة للجميع ونختموه بتعيوة الخير. اللي يولفناها. لا يكتب علينا ما كاتب الخير. لا خرجنا مضى العب بالعب. لا رزقنا حسن الخاتمة. جاء الاخرنا حسن اول نوجع. نخفى. فتراف على قلوبكم. خوتي خوازاتي. نزلوا بخير. ان شاء الله. في نفس الموعد. طلا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر